الستة أم مصطفى بتقول إنها عاملة عملية مفصل وقاعدة في السرير في صديد بينزل هي بتتوضى وهي في السرير فإيه الوضع الوضوء مع وجود الصديد سيدتي الفاضلة الستة أم مصطفى أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء تاما كاملا لا يغادر ساقم اللهم أمين يا رب العالمين وبالنسبة للصديد الخارج من أي موضع في الجسم معدى القبل والدبر لا ينقض الوضوء وهو طاهر عنده وده الأرجح عند بعض أهل العلم فيجوز تقليد هذا الرأي والمشقة تجلب التيسير أنا في حال شدة الشرع رعاني في حال الرخاء وفي حال الشد في حال ما أنا الدنيا سليم وصحيح وفي حال ما بكون أنا مريض فالقاعدة التي الشهيرة والتي هي مستنبطة من القواعد الكبرى في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بأنه استنبط العلماء بأن المشقة تجلب التسير حضرك بتتوضي وتصلي ولا يضرك ما ظهر وأنا قبل الوضوء كده أنضفت المكان إذا تيسر لي أنضف المكان وبيبقى متغطي وبعد كده أنا وأنا أثناء الصلاة بدأ ينزل حاجة لا يضرك أي شيء بعد كده يا سيد ممصطفى ربنا يتم الشفاكي على خير تجلب للدفاكي على صباح